قوة للشفاء التلاميذي استخدموا هذه القوة عن طريق اسم الرب يسوع المسيح فمثلا بطرس قال في الهيكل عندما شفى المولود أعرج قال له ليس لي فض ولا ذهب ولكن الذي لي فإياه أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي فعلا شفى هذا المريض وبهذا الاسم الرسول بولوس أخرج الأرواح الشريرة روح العرافة التي كانت في الجارية في فليبي في أعمال 16 قال بولوس الرسول لهذا الروح أنا آمرك باسم يسوع المسيح الناصري أن تخرج منها الرب يسوع لما بعت التلاميذ قال اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمه يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون وفعلا الرسل استمرت عندما وضعوا بولوس يحنى والرسل في السجن سألوهم بأي قوة وبأي اسم فعلتما هذا قال الرسول بطرس عندما امتلأ من الروح القدس قال فليكن معلوما أنه بقوة الروح القدس في قوة اسم يسوع المسيح الناصري اللي انتوا صلبتوا هذا الرب أقام في اسم يسوع المسيح الحي في هذا الاسم في غفران الغفران تعرفوا في أعمال عشرة مكتوب أحبائي له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا فإذا هذا الشفاء بقوة اسم يسوع مثل ما ذكرت أنه الكنيسة المحلية تبتدي تستخدم سلطان المسيح عن طريق المسحة أيضا تستخدم قوة الكلمة وتستخدم اسم الرب يسوع المسيح موسيقى